السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شيوة حليمة بوحمن مرحبا بكم معي في القناة اليوم اتحاد يوتيوبرز المغربية للسهل والبسيط غنقدكم لكم افكار ما الحوحلو لاطباق رمضان ان شاء الله انا بدوري شيوة حليمة بوحمن طبق السهل والبسيط غنقدم لكم كيش بحشوة الدجاج والخضر وتحلية تيز كيك في الكاساس وهنا عندي ايضا وصفات ناجحة لأم مريوما اللي غتقدم لنا ميني بستيلة والبريوات الدجاج بنكهة السمك مع عصير تفح والجزر زوروا القناة ديالها واشتركوا معها ودعموها في القناة ديالها وكذلك عندي عالم امال اللي غتحضر لنا كريب مالح بالماء وشنك بدون عجيل مورق او زبدة بالمربة زوروا القناة ديالها واشتركوا معها صراحة قنوات رائعة وبسيطة وكتحط لنا الجديد هنا كيف كتشوفو وانا نحضر لكم هاد تشيز كيك اللي هو كيكون رائع والكاسات ديال تشيز كيك تهوما رائعين لمشيوا المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله بالنسبة هنا المقادير ديال لكيش عفوا غدي نقطم لكم هاد العجين المرمى اللي أنا سبق اللي حطيته في القناة عندي 100 جرام ديال الزبدة 200 جرام ديال دقيق الملح أصفر بيضاء وعندي شوية سكار والماء غدي ناخد ينبول وغنقطع هاكا زبدة مربعة صغيرة ونضيف عليها 200 جرام ديال دقيق واحد شوية دي سكار يعني غي نسمع بقى صغيرة وقليل من الملح وغدي نبدا هاكا نرمل زبدة مع دقيق حتى تدخلي يمزيان زبدة في دقيق وكيف كتشوفو يعني طريقة سهلة ومسيطة وانا سبق اللي حطيت في القناة طريقة ديال العجل مرمل بالكيش اللي كنت درت بالدجاج والسبانيخ كيف كتشوفو هنا حتى يعني حاولت ندخل قعز زبدة في الدقيق ديالي ومن بعد غدي نضيف أصفر بيضة وغدي نحاول ندخل هاديك أصفر بيضة في الدقيق مزيان وعد من بعد غدي نضيف الماء من نسبة الماء هنا غدي نضيف قريبا ثلاث معالق ديال الماء يعني ما نحاولوش نديرو الماء بزاف فاش العجينة ما تجيناش خفيفة بزاف يعني هنا غرضنا بها تكون غير مجموعة باش نحصلوه على عجين مرمى ليكون ناجح سافي كنبقى نجمع بها الطريقة يعني غير برؤوس الأصابع يعني ما نحاولش ندلك سافي كيف كتشوفو هنا يعني غنحاول نزيد عود تاني واحد تقريبا معالقاء نبقى معا حتى نجمعها سافي هنا كيف كتشوفو تجمعات لي العجين ديالي وضروري يعني بنسبة ضروري ما ندرو هاد العمليات ديال أننا ندركو غرب غرب راحة اليد بهاد الطريقة يعني غرب بهاد الطريقة ماشي ندركوها بزاف غير باش نتأكدو بأن الزبدة دخلات مزيان فالدقيق سافي غادي نجمعها ونتحصلو على عجين كيف كتشوفو يكون قاسح شوية ويكون كيبان مرمن باش جينا العجينة ناجحة سافي غنجمعوها وغادي ندروها في المقاليومونتر وندخلوها للتلاجة يعني ترتاح نس ساعة مهم الوقت اللي كافي باش نقدو به الحشوة ديالنا سافي غندخلوها للتلاجة نسب ساعة ونشو باش نقدو الحشوة بنسبة للحشوة كيف كتشوفو هنا عندي قطع ديال صدر التاجاج عندي هاد البصل الأخضر اللي كيجي به رائع يعني مدقو رائع كيجي في هاد الحشوات أنا كنستعملو بجزاف كيجبني هنا عندي الفلفل الأحمر يعني قطعتو قطع صغيرة عندي زيتون قطعتو قطع دوائر صغيرة عندي هنا الكريمة ديال تطبخوا عندي كاس مع عمش ديال حليب جوج بيضات والفرماج مدسرلة وبالنسبة للتوابل عندي الإبزار والملح وشوية القوزة وزيت الزيتون باش غدي نطيب الحشوة ديالي غدي ناخد مقلات مضعافو كيف دائما ونضع الزيت الزيتون وهنا غدي نوضع البصل بعد ما قطعتو هكا يعني قطعتو قطعت صغيرة وورين صافي غدي نخليه عليهم غير تسيه بتغير شوية نسألنا نحرقه من بعد غدي نضيف قطع ديال الدجاج ديالي يعني سدر الدجاج وغدي نبقى نحرك بهالطريقة من بعد نضيف قليل من الملح وكذلك الإبزار صافي وغدي نبقى نخلط يعني نحرك مزيان نحفوان حتى كي نحسب الدجاج بدك يدخلو الطياب عد من بعد نضيف باقي العناصر وناك كيف كتشوفو بعد ما طب لي الدجاج يعني قرر بي طيب ضفت عليه الفلفل بعد ما قطعتو 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 ورين كيف كتشوفو وغدي نخلي علوم تسنع اليوم تاني حتى كي طيب الفلفل ويكمل الدجاج في الطياب يعني نسدد الجاج ونبعد غنضيف عليها الزيتون ديالي اللي قطعتو على هاد دائن صغير ورين وصافي ونخلي ها تاي تشحر مزيان ونطفي علي ونخلي جانيبا هنا بعد ما العجين ديالي بد المرتاح هنا هاد المول دائل اللي كيكون فيه صفاح اللي كتحل دهنتوا بالزبدة وغادي نحاول أن نسرح العجين كيف كتشوفو العجين ماسكة اه فروحها مزيان يعني ما مخفيفة اه باش غتنجح لنا غنقو معها بشوية بشيو احنا كنصرحو من بعد غنوضعوها في المول كيف العادة يعني اه غير بشوية حتى نحصلو كيف كتشوفو يعني هاد يتكون رقيقها متكون شغلة ده بزا في العجين منحطوها في هاد المول صافي غادي ناخطو اه كندوزو غير من فوق العجين غير باش نحيدو دوك اه اللي كيكونو في جناب الزوائد ديال العجين وغنقو نضغطو في هاد جنيبات باش يدخلو في دوك الحريفات اللي تمو باش يترسمو لنا في الوقت اللي هنبعو يعني يتبلينا الكيش ديالنا سافي العجين ديالي غا نجمعها وغنعود نديرها في البلاستيكا وندخلها المجمدة يعني تنبغيها يعني ما نضيعها وهنا كيف كتشوفو العجين ديال يعني بعد ما وضعتو في هاد المول غادي ناخد فرشيطة وغادي مقان تكهام زيان علب هاد طريقة باش ما تنفخش لينا وكذلك غنوضع هاد طريقة لي انا ضروري ما كنديرها في اللي تختولات وفي اللي كيش غير باش ان اي بيتي ما تطلعش لي يالعجينة الفوق كندير هاد اللوبيا اللي هو خسيسيا خسيسا عفوا كنديرها لهاد الاشياء ديال لي تاخد كندخل هالفورم طيب نسب طيبة كيف كتشوفو هنا طابت نستبعيني ما كالطيب شقاع يعني غير كيدخل هالطيب صافي كن نخرجها كنحيد اللوبيا وهنا كيف كتشوفو العملية الوحيدة اللي كندير هي اللولة وهو كندير الفرماج لتحت يعني كندير هو الطبقة الاولى باش كتجي مي كالطيب كتجي معلكة وتجي غزالة هذا عندي فرماج متصري لا اي فرماج عندكم وضعوه سافي غنوضع الحشوة ديالي من الفوق وبنسبة للحشوة اي حشوة يعني كتختارو ديروها انا راسبق لي حتيت في القناة الكيش ببجاج والسباري خادي نحط ليكم الرابط دياله في صندقلوس باش شوفو الطريقة هي كتجي غزالة ديالو صافي هنا كيف كتشوفو هنا بعد ما وضعتك الحشوة ديالي في فوق العجين غنمشو نشوفو لابارايا كيش اللي غادي نقدوها بالنسبة لابارايا كيش انا عندي جو بيضاس اللي تكرت في المقادير وغنضفع ليهم كذلك كاس مع مرش ديال الحليب وايضا غادي نضفع ليهم حتى الكريمة بالنسبة للكريمة ديال الطبخي لما كانش متوفرة وضعوه غير يغوت طبيعي يغور طبيعي تهوكي اعطاها واحد نكا غزالة صافي يعني ماشي ضروري تديرو الكريمة اي لما كانش متوفرة دانو نسوس تهوكي وفي بالغرض وكتجي بيها تلابا غي غزالة صافي كان قا نحرك مزيان تنخلط لكل مزيان والتوابل قا نضيف غير شوية الابزار وعلى حسب الدوق هنا يلملح كذلك وبالنسبة للقوزة اختيارية الى ما يعني ما كسبوهاش ما تديروهاش صافي غادي نخلط مزيان لكل بها الطريقة كيف كتشوفو ونخليه جانبا وناخدو الكيش ديانا اللي درنا فيها الحشوة غادي نوضعو فوق منو هاد الخاليط ديال البيض والكريمة والحليب هنوضعوها بها الطريقة يعني غير شوية يعني نحاولو نقدو نكبوها في الجوانيب ونديرها الطريقة باش يمشي قاع الخاليط ولا هاد الابا غايكيش مشي قاع في الجوانيب كلها ندخلها الفرن طيب يعني تقطب تماما ومني نخرجها هكا كان عاود ثاني ندير فوق منو واحد قليل من من هكا من الفرماج سوف يون عن دخلها غير كتتحمر شوي ونخرجها هنو بالنسبة الكووس ديال تشيز كيك يعني طريقته هم ساته هم ساهلة كان ناخد البيسكوي اي بسكوي عندكم هادا عن طحنو هنا عندي الكون فليكس اللي كتكون فيهم الفواكه المجفافة يعني لما كانش متوفير ما تديروش انا كان ديرت هادا الى ما كانش معين موتوفش ما ما كيلاش يعني ديروغا البيسكوي بوحدو عندي الفرز قطع تقطع صغيرة عندي جوج معرق ديال السكر حبيبات هنا عندي السكر كاسوناد عندي ميرس كابوني عندي الياغورت من كاتلفاني وعندي الفرماج للدهن كيف كتشوفو عندي كذلك الفرز باش نزينو الكووس ديالنا في المرحلة الاولى غادي ناخدو الفرز هو الاول غادي نديرو له الكاسوناد يعني السكر الاشقر ونضعوه في تنجرة كيف كتشوفو هنضعو الفرز ديالنا يعني قطع توقي هادا كيت مكولي ديال الفرز اللي غا نضعوه كطبقة اخيرة في التشيزكيك ديالنا كوس ديال تشيزكيك عفون سافي هنا غادي نخلطها مع السكر كاسوناد ونضعو فوق النار وهنا غادي نضيف نصف حامضة مع صورة يعني ما نسيت ما نتكرتهاش في المقادر ولكن كل شي غا نكتبو لكم يعني المقادر في صندوق الوصف باي حاجة غادي يعني في اللفل ديال الكيش ولحته في التشيزكيك سافي غا نتسنعو على هاد الكولي ديالنا حتي طيب من نسبة لها ادبة كيف كتشوفو هنا سافي وجده نخليه جانبا وهنا كيف كتشوفو هنا يا طحنت البيسكوبي ديالنا وكذلك غا نتحنت الكمفليكس مزيان كيف قلت الكمفليكس لنا ما كانش متوفر هادا اللي فيه الفواكه المجفافة ما كيلاش يعني ديرو غير حاجة وحدة سافي غا نخليه جانبا وبنسبة الكريمة هنا يا درت الميرسكابوني وكذلك غا نضيف عليهم ثلاث معالق ديال الياغورت بنكها تلفاني ولا اين كها كتفضلو بالنسبة الياغورت وضعو داك العلبة اللي كتكون يعني غير فردية انا نتوفر عندي هادا كبير وهنا وضعت ملعقة كبيرة عامرة ديال فورمجلي التهن وغادي نضيف عليه كذلك جمعالق ديال السكر عامرين غا نطرر بالكل نطرر بالكهربائي مزيان حتى نحصل على كريمة كتجي غزاه لولديدة هاد الكريمة يعني فمزيج من الميرسكابون والفرماج والياغورت كتجي رائعة ولديدة صافي غادي ننخلطوها كيف كتشوفو وغادي نخليوها الى جانب ونبشو باش نقدو الكؤوس ديالنا ديال تشيزكي كيف كتشوفو انا درت هاد الكؤوس بامكانكم تديرو حتى هادو كي يجوا فيهم زيانين انا فضلت ندير هادو اللي كيكونوه كعراض كان وضع قليل منه يعني كان دير البيسكوتي ديالي مع الكونفليكس اللي تحنس كان قدغل نقديل جوانب انا ما كان ديرش البيسكوتي ما كان خلط معاه لازبدال اولو كان ديرو هاكا ناشفو لكن راها كان ضغط عليه يعني باش كيجي تاف الماكلة كيجي كخوكون كيجي غزال فشكس بغو تتاكلوه سافي غادي نقديل طبقة الاولى ديال البيسكوتي بها الطريقة وغادي ناخد الفريز اللي قطعتوه على هاد الشكل غادي نزين بهاد الجوانب هكا باش يجي المنظر ديال الكؤوس غزال ويجي تشيزكي كا ديال يعني الكؤوس بمنظر ولحته في المعضاء كيجي غزال سافي غا نبقى نكمل قاعد كؤوس ديالي كيف كتشوفو وبنوضع الكريمة ديالي في هاد الجيب الحالواني لما كاش متوفر يعني وضعوها بالمعلقة ديال الكريمة وحطوها في الكؤوس سافي غا نعمر واحد الكيمية يعني اللي غادي تتعمر لي الكاس بعد طريقة يعني طريقة سهلة وبسيطة يعني كفكرة من الافكار ديروهم هكا في رمضان ان شاء الله ديرو حلو المالح حلو مالح يعني لي مالها كا في السحور ولحته في الفطور علاش الله سافي غا نبقى حسن نعمر الكويسات ديالي بالكريمة باش نزينوهم الفوق بالكولي ديال الفريز بعد ما آآ قديناه هنا غادي نقدو غير بالمعلقة هكا باش يتقدلي السطح ديال الكؤوس ديالي وغادي ناخد الكوليت الفريز بنسبة للفريز اناي مطحنتوش خليسو هكا يعني الفريز خليسو طريفات باش ميت كالي يجي يلديد ويجي بزوين سافي غادي نعمر الكؤوس ديالي من الفوق كيف كتشوفو كيجي المنظر ديالهم غزال ورائع يعني طل المعضاق ديال الفريز كيجي يلديد جدا وانا من عشاق الفريز يعني كعجبني الفطرة دياله يعني كن كن نشبع فيه كندير فيه بزك الحواجل كندير المربات كندير العصائر كندير اللي كولي هكا بنسبة للحلويات صافي هنا بعد ما غادي نعمر الكيسان ديالي غادي ندخلهم اللي تلا جاي بردو ونمشيو الأطباق النيائية ديال الحلو المالح ديالنا كيف كتشوفو هنا الكيج ديالي بعد ما طاب كيجي رائع والديد يعني العجين كيجي مرمل وكذلك عنا كؤوس ديال تشيز كيك بالكريما كيجي رائع وبالفريز تمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم اللي هو ديال حلو المالح كيف كتشوفو غادي نقطع لكم واحد تريف باش تشوفو من الداخل ديالو كيف كيجي كيجي رائع تمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم واللي أول مرة كيشوف القناة ديالي يضغط على الجرس ويدير اشتراك باش يوصلوا لجديد الوصفات كيف دائما ودعموا الأخوات اللي معايا تهما عندهم أطباق سهلة وبسيطة وإلى اللقاء مع السلامة